العراقي يستاهل ماء العين وأحنا بخدمته شعبنا يتدلل نحن بخدمة العراقيين الذين يستحقون كل شيء هكذا يقول عمار الحكيم خلال ترويجه انتخابيا لتياره دون أن يفصح عما هي هذه الأشياء خدمة يتضح زيف معانيها مع اضطرار ثلث العراقيين لاقتراض المال ليأكلوا وفقا للأمم المتحدة فقر وبطالة تضرب أطنابها مخلفة أجيالا محبطة بعد أن سرقت حقوقهم في ظل سلطة يتحدث الغارقون في غسيل الأموال وتبييضها عن مكافحة الفساد خلال المواسم الانتخابية فقط ليبقى الأمر مجرد ضمير مستتر لا يجرؤ أحد على فضح الفاسدين وتعريتهم سرا أو علنا على الرغم من إعلان الحكومات المتعاقبة وأخلها حكومة السودان عن جهودها في ملاحقة ومكافحة الفاسدين واسترداد الأموال المنهوبة ولكن دون الكشف عن التفاصيل أمام الرأي العام لأسباب تتعلق بمبادئ حقوق الإنسان كما تبرر ذلك اللجنة القانونية النيابية التي يقول العضو فيها عارف الحمام إن العراق وبحكم التزامه المطلق بالقوانين الدولية فإنه ملزم بعدم بث محاكمة الفاسدين على شاشات التلفاز أمام الشعب أو حتى الإفصاح عن أسماء الفاسدين والجهات التي اتقف خلفهم رفض إجراء المحاكمات بشكل علني أفتح الباب أمام جملة تساؤلات كما يقول مراقبون أشاروا أن الأمر لا يخلو من محاولات حزبية لإبقاء الباب مفتوحاً أمام إنهاء الملفات العالقة بشأن تورطها في هدر وسرقة الأموال بالطراضي عبر مساومات وصفقات تجري خلف الكواليس وداخل الغرف المظلمة اتفاقات لطالما تمخض عنها تبرئة المقربين من الكتل السياسية المتنفذة ووقف الملاحقات ضدهم مقابل إعادة جزء وإن كان يسيراً مما سرقوه ليعد ذلك منجزاً حكومياً كما جرى مع المتهم الرئيس بسرقة أموال الأمانات الضريبية نور زهير الذي أطلق سراحه وبات يدير وزارات بالظل ويعقد السفقات والعقود مع الشركات بحسب اعتراف عضو اللجنة مصطفى سند